السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم السلامة وصبري اهلا وسهلا بكم في كليني كالي كارنا كنا بدأنا سوى في البوليسيستي كوبينيون سندروم او البي سي او البي او سي اس او تكييسات المبايد اخدنا في اول محاضرة التعريف والديولوجي والباسوفيسيولوجي يعني المرض بيحصل ازاي وعرفنا ان هو بيحصل بتلت طرق اول حاجة عندنا زيادة اول حاجة عندنا زيادة الكناتو تروبين سيكريشنز اللي هما الاتش والاف اس اتش تاني حاجة عندنا زيادة الانسولين وتالت حاجة عندنا زيادة الانتروجين وعرفنا كل واحدة بتحصل ليه وبتحصل ازاي اخدنا كمان الكلانيكال بريزنتيشن اللي هي الساين اند سامتومز بتتفعنا ان هي دات المشكلة الاساسية عندي وكمان اخدنا الدياجنوزز ازاي بنقدر نشخص المرض وكمان اخدنا الحاجات اللي بتبقى بتسببها التكييسات المبايد بتسببها تكييسات المبايد واتفقنا ان هي ديت اكتر حاجة بخاف ان هي تحصل المرة اللي فاتت بقى اخدنا لا المرة اللي فاتت اخدنا risk factor واخدنا goal بتاعت treatment يعني انا بعالج ليه واتفقنا ان انا بعالج primary prevention ان انا primary treatment اللي هو بعالج sign in symptoms وال secondary treatment اللي انا بعالج infertility واخدنا treatment option واتفقنا ان انا عندي 3 option اول حاجة عندنا non pharmacological وهم اربع خطوات ان هي تقلل stress تقلل الفات في ال diet وتزود ال protein والfiber تلعب exercise واول واهم حاجة طبعا اللي هي ايه تقلل وزنها وكمان اخدنا ال oberian grilling واتفقنا الميكانيزم ازاي والمرة اللي فاتت الحمد لله خلصنا pharmacological treatment جيت دور دلوقتي على الالجوريزم نبص بقى على الالجوريزم اولا انا عندي اتنين treatment plane على حسب المريضة عايزة ايه فاول treatment plane بتاعتي لو المريضة هي مادام وعندها مشاكل عندها infertility وعايزة تحل infertility هو دوت بالضبط treatment plan بتاعتها اول دوا بعد non pharmacological treatment فاكرينو ويد ريتاكشن اضبط الاكل تلعب exercise تعالي للسترس فشلت هدي كرومفين هديت كرومفين ستريت وفشل هدي ايه كرومفين ستريت ومعاه ميتفورمين تمام خدت كرومفين ستريت وميتفورمين وفشل هدي كرومفين ستريت وديكساميزازون طيب فشل خلاص ده الحل التالت بتاعي كرومفين ستريت وديكساميزازون اكيد في سؤال دلوقتي نور في دماغك هل هدي 6 سايكل كرومفين ستريت لو فشلت هدي 6 سايكل كرومفين وميتفورمين لو فشلت هدي 6 سايكل كرومفين وديكسا لا لا بدي كرومفين ستريت فشلت هبدأ اضيف الميتفورمين فشلت هشيل الميتفورمين وهدي مترحه دكساميزة زون الكرومفين ستريت ما ينفعش يتاخد لأكتر من 6 شهور تمام؟ تمام الفورس لاين عندنا هو الوفيرين دريلين اللي هو اتفقنا ان هي بتدخل تعمل بالمنظار تبدأ تخرم في البوايدة عشان خاطر تقتلي الاندروجين بروديوسينج تيشو فشلت ندي جوناتو تروبينز يعني بدي FSH وبدي LH بحق الهرمونات نفسها خلاص بقى اتعبت فهدي الهرمون نفسه دي طبعا خطيرة جدا فشلت هتدى تعمل الحقن المجهري اللي هو الين فيترو فيرتلايزايشن التريتمينت بلاين بلاين سهلة جدا تفقنا نارفرميكولوجيكال تريتمين فشل هدي كرومفين فشل هضيف ميتفورمين منفعش هشين الميتفورمين وضيف دكسا خلاص خلصت الستة سايكب وبرده فشلت ادي أوفيريان دريلينج ادي أوفيريان دريلينج ما نفعش ادي جوناتو تروبين اه ادي جوناتو تروبين ما نفعش خلاص كده شكرا انا هبدأ ادي ايه هبدأ ادي انفيدرو فرتلايزايشن اكيد فيه سؤال دراب دلوقتي فين الليترازول الليترازول في حالة النكرومفين كونتراينديكيشن يعني لو المريض عنده فمش هنفع ياخد مش هتنفع تاخد كرومفين ستريت فهتاخد ايه ليترازول بس يبقى كلومفين عندها liver damage هتاخد ليترازول تمام ونمشي على هذا المينويل وخلاص احنا اتفعنا على الموضوع دوت وعرفنا دوت فيه بقى انهوت ايه اه حاجة مهمة يعني حاجة كده لطيفة قوي طبعا انا قلت انه مفروض عندنا انهوت في اليوم الاربعتاشر اتأكد ان فيه ovulation طب هل كل شهر هتروح تعمل ultra sound لا فيه حاجة اسمها approval of the ovulation هي حاجات الستة بتحسها وتعرف انه خلاص هو حصل ovulation already عن طريق زيادة temperature بتحس ان الحرارة بتاعت جسمها زادت قوي او ان هي تروح المعمل to ease the serum progesterone هتلاقي البروجستيرون عالي او عن طريق كايت كده زي تحليل الحمل وبتأيس بتشوف حصل ovulation ولا ما حصلتش ده الكايت دوت اللي هو ovulation predictor كايت دوت مفروض بيتبقى في الصيدلية مش عارفة بيتبقى في مصر ولا لا بصراحة المهم من دي كايت بتستخدمها الكايت ديت بتأيس حاجة معينة وتقول اه تحصل ovulation او لا ما حصلش ovulation عندنا ثلاث طرق عشان خاطر نتأكد اربعة بقى اربعة طرق عشان خاطر نتأكد من ovulation لا اما ultra sound لا اما عن طريق الاحساس هتلاقي من البيزل باتي تمبريتور عالية لا اما تروح ما عملت ease serum progesterone لا اما تجيب من الصيدلية الاو بي كي اللي هو ovulation predictor كايت المريضة للمريضة اللي مش نوية او اللي هي مش اهم حاجة عندها infertility تمام وعندها المشاكل هي عايزة تعالج السمتمز هقزمها هل المريضة بتاعتي ديت عندها نية ان هي تخلف او ما عندهاش اول حاجة عندنا طبعا ال اكيد اول حاجة هو un ovulation لو هي نوية تحمل فيبقى اكيد اول حاجة عندنا اللي هي تعالج ال ايه ال un ovulation فهتبدأ تعمل دي يعني هتعمل دي ماشي يبقى اول واحدة هنا هو هتعمل ايه هتعمل اللي احنا رسا عيلينها دلوقتي خلاص un ovulation first line زي ما قلتلكم cromophane citrate او litrazol في حالة ان هي عندها liver damage وبعد كده بقى هبدأ ايه اكمل الفيلم الى مالة نهاية طيب تاني حاجة عندنا second line عندي ان انا بدي بحالة الانسولين resistant يعني في حالة ان المريضة خلاص اصيبت مثلا بسكر بسبب الانسولين resistant اللي عندها فهبدأ ادي ميت فورمين ميت فورمين امن بصوا عشان بس يعني ايه نفهم هو احنا رئيس منال pregnancy desire ونال pregnancy desire لانه زي ما احنا اتفقنا فيه ادوية تيراتوجينيك اصلا هي effective بس تيراتوجينيك فما ينفعش ابدا ان اديها الوحدة نوية تحمل في خلال اربعة تشهر اصلا تمام انا بعالج السمتمز فال treatment منتبلاين ديت عشان خاطر اعالج السمتمز فهل المريضة بتاعتي السمتمز بتاعتها ديت موجودة عندها وهي نوية تجيب بابي ولا السمتمز موجودة بس هي مش نوية تجيب بابي اصلا تمام فهمتوا الفكرة ففي حالة وهي نوية تجيب بابي همشي على ال infertility البلاين اللي انا لسا مخلصها دلوقتي طيب في حالة الانسولين resistant ديت يعني عندها المشاكل بتاعت الانسولين resistant اللي هي زيادة الاندرجن مثلا زيادة الاندرجن ما زيادة الاندرجن دوت بسبب الانسولين resistant وهيعملي المشاكل كلها وممكن برضو تب خلاص develop diabetes من ليتس جالها سكر الفيرست اللاين الاساسي بتاع الميتفورمين هيجي سؤال طيب لو ماينفعش تاخد ميتفورمين انت بقى الصيزردين ديون لو عندها liver damage اه سوري لو عندها كدني damage هاد من الصيزردين ديون فهو الميتفورمين او الصيزردين ديون يعني من الاخر انسولين صيزردين يعني طيب الوبزيتي life style modification لو هي كل مشكلتها ان هي مليانة شوية ان الموضوع الO و الCBOX دوت التكيوس المبيض عمل لها سمنة life style modification وخلاص بلاش ادوية أورلي والكلام ده طيب لو هي جاية تشتكي من زيادة الشعر فالfirst line والsecond line والthird line treatment اللي هو اللي هو اللي هو لو الشعر زيادة قوي ومدايك روح ملي بالليزر مش هننفع ناخد أدوية سورية لأن الأدوية كلها تيراتوجينيك ما ماينفعش ايه تاخد أدوية خالص طيب لو عندها مشكلة الأكني حب الشباب فحب الشباب هتدي لها topical antibiotic cream اللي هو البنزيل بيروكسايد البنزيل بيروكسايد دوة مضاد ضحاوي topical للأكني يبقى لو هي نوية تجيب بابي بعمل ايه لازم ااخد بالي ما تديش أدوية تيراتوجينيك ما تديش أدوية category مثلا D او كده دي زيادة نوية تجيب بابي فلازم ااخد بالي منه طب لو مش في نيتها تجيب بابي أساسا يعني أنيسة أصلا والله فموضوع الآن ovulation ده أكيد هيبقى مضايقها هيبقى مضايقها في ايه فعدم استقرار المنسترال سايكل مش احنا اتفقنا أن الان ovulation هيعمل لي عدم استقرار في المنسترال سايكل او هي عايزة تظبط العدم استقرار في المنسترال سايكل بسبب الان ovulation اللي هتحصل له فالfirst line treatment عندنا طبعا هو الCOC السكن line treatment بتاعنا هو الميت فورمين الانسرين resistant برضو زي ما اتفقنا هو الميت فورمين الوبزيتي برضو lifestyle modification الhires يديزم عندنا اول line عندنا ان هي تاخد COC اللي هال combined oral contraceptive plus or minus antigen anti-androgen يعني ايه يعني الفرست line بتاعي ان هي تاخد combined oral contraceptive ده الفرست line بتاعي اصلا ممكن اضيف عليه anti-androgen وممكن ما اضيف شي انا حرة تمام ده كده الفرست line طب فشل الفرست line عندي فشل هدي ايه هدي السكن line spirinolactone او inasteride لوحده طب فشل هدي الميت هرمين تمام 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 ان شاء الله خلينا او من غير الانتي اندرجن سكن لين بتاعي spireno lectoon او ال esteride فشل كل دوت هدي الميت فورمين طب ليه الميت فورمين في الاول خالص كده لان الميت فورمين زي ما تفعنا ليه complication يعني مثلا ممكن يواطي السكر يعني بيواطي السكر تمام بيعمل مشاكل في الكلا فبلاش يبقى first line تمام خلينا في ايه في most tweak المست safe اللي هو مين COC وبعد كده طبعا ال spireno lectoon مفهوش مشاكل لمريض للست اللي مش نوى تجيب بيبي هو بس ما ينفعش للناس اللي عندها هبات تكسيستي او عندها مشاكل في الليفر وخلاص طيب بالاكني first line بتاعي هو oral contraceptive برضو او topical anti-barriotic اللي هو البنزيل pyroxide second line بتاعي هو spireno lectoon فكرة first line second line فكرة بكل بساطة ان انا بشوف الاقمن والاضعف ايه فبحطه في first line تمام لو فشل الاضعف هبدأ اخش في الاتقل والاكبد يبنا عندي في الاكني مثلا هنا COC هو او طبعا هيقلل الاندرجن وهيثبت المنسترائشن ويعتبر في non-pregnancy desire هو oral contraceptive هو البست يعني الحاجة المفضلة يعني في on-of-violation هتلاقيه هو first line في hyrosidism هتلاقيه هو first line في الاكني هتلاقيه هو first line ليه ليه لانه هو الاضعف والاقمن مش هيعمل لي مشاكل كتير تمام الميت form برضو امن بس عنده مشاكل تمامنا انا بس عايزة الدنيا تبقى يعني مفهومة مش تبقى محفوظة يعني مع oral contraceptive وتستمر على oral contraceptive لمدة اربع شهور اوعى تاخد ايه ال 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 وهي ناوية تجيب بابي عشان في خاطر هيحصل في مينايزايشن وبكده اكون خلصت فيديو النهارده لو اعجبكم الفيديو ياريت لايك وشاري وسبسكرايب بالقناة على اليوتيوب ومنشان نصحبكم عشان الفايدة عم ولو حد عنده اي السنة طبعا يسيبهاي في الكمنتات او يبعتها على رسائل للصفحة كانت معكم سروا صبري وهنا كلينيكا لقرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته